اشتركوا في القناة الحكومية الاسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الاصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في الخامس والعشرين من شهر اكتوبر 2023 وتنتهي في الرابع والعشرين من شهر يناير 2024 ويبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذنات ستة واربعة اعشار في المئة وقد بلغ معدل سعر الخصم ثمانية وتسعين واربعمائة وتسعة من مئة في المئة علما بأنه قد تم التخصية الاصدار بنسبة مائتين واحد عشر في المئة كما بلغ الرصيد القائم لأوذنات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته ملياران ومئة وعشرة ملايين دينار بحريني يقوم وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة ساعدة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير صناعة والتجارة وزير السياحة بالوكالة بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف زيارة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية النوعية في البحرين للحديث أكثر حول هذه الزيارة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة جوانزو الصينية السيد محمد عبدالجبر الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين مرحبا بك في النشرة الاقتصادية ما هي الأهداف الرئيسية للوفد البحريني من هذه الزيارة التي يقوم بها إلى الصين الله يمسيكم بالخير جميعا طبعا نحن اليوم في جوانزو في الصين طبعا هدفنا الأساسي هو قامة الصلاة هادفة مع السلطات الرسمية في الصين وشركات الصينية بهدف وضع مملكة البحرين كالخيار الأول لاستثماراتها المحلية هدفنا هو تحفيز الشركات الصينية على اختيار مملكة البحرين لمركزها الإقليمي في المنطقة اثنين طبعا نحن نعرف في مملكة البحرين عندنا قطاعات معنية تتميز في البحرين والتي هي واحد قطاع الفنتك والتكنولوجيا مرتبطة فيها الشركات الصينية تعتبر مطورة جدا في هذه المجال التكنولوجيا اثنين مجال الصناعات البيئية التي أصبحت اليوم أحد الغطاعات التي فيها نمو واستثمارات كبيرة ثلاثة بالاضافة إلى تشجيع الشركات الصينية لاستثمار في قطاع الصناعات التحويرية للألمنيوم أربعة مشروع مصفة تكرير الجديد التي يعتبر أكبر مشاريع موجودة في مملكة البحرين ونعرف أنه جزء من هذا المشروع يخلق فرص مستقبلية في مجال البتروكيمويات خامسا صناعة السيارات في الصين وبالأخص صناعات السيارات الكائربائية وكل ما يتعلق بها أحد القطاعات المهمة لسيما مع توجيه العالم نحو الطاقة النظيفة والمتجددة نعم السيد محمد عبدالجبر الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين كنت معنا من مدينة كوانزو الصينية شكرا جزيلا لك تتولى شركة الاستثمارات البديلة العالمية أركبيتا جروب هولدينجز لميتد أركبيتا إدارة محفظة أصول لعقارات صناعية بقيمة مليار دولار أمريكي حيث تتوقع أركبيتا مضعافة قيمة أصول المحفظة تحت الإدارة لعقاراتها الصناعية في منطقة الخليج لما يصل إلى ملياري دولار أمريكي بحلول العام 2025 وكانت أركبيتا قد بدأت بتنفيذ استراتيجية الاستثمارية في العقارات الصناعية منذ عام 2010 بإنشاء سلسلة من المحافظ والصناديق الاستثمارية المتخصصة في الأصول الصناعية وتمكنت بذلك من تنمية أصولها تحت الإدارة من خلال الاستحواذ على عقارات متنوعة مؤجرة لقاعدة عريضة من المستأجرين والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية موسيقى موسيقى وللحديث أكثر حول أداء الأسواق المالية الخليجية يصرنا أن ينضم إلينا عبر الاتصال المرئي من إمارة دبي السيد مزن سلهب كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويس مرحبا بك في النشرة الاقتصادية كيف ترون تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق المالية الخليجية؟ من واضح أن مؤشرات الأسواق الخليجية تأثرت سلبا بما يجي في المنطقة العربية من أحداث الجيوسياسية رأينا تراجعا على مجتوى أسبوعي وعلى مجتوى شهري أيضا في مؤشرات الأسهم في المنطقة العربية السعودية أو في دبي وأيضا في قطر من الواضح أن التفاع الذي كان التفاعا جيدا في أسعار النفط لم يكن أبدا في صالح مؤشرات الأسهم التي ركزت على المخاطر الجيوسياسية المواقة علما أن أسعار النفط لطالما كان لها تأثير إيجابي في مؤشرات الأسهم الخليجية وباعتقادنا أنه مع تراجع حدة الحرب الحالية وربما عدم اكتساع نطاق هذا الحرب قد يكون له تأثير إيجابي في المرحلة القادمة دون أن تجاهل حقيقة مهمة جدا أن هناك تأثرا واضحا بين مؤشرات الأسهم الخليجية وبين بقاء المؤشرات العالمية تحت تأثير الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع وأيضا العوائل المرتفعة التي لا تترك تأثير إيجابيا على مؤشرات الأسهم العبوما نعم سيد مزن سالهب كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيذا سويس كنت معنا من إمارة دبي شكرا جزيلا لك والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحري مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قنقر